وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف سعدة المهندسة بلسم السلمان الوكيل المساعد لشؤون الهندسية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مساء الخير سيدة بلسم وأهلا بك في نشرة الثالثة بداية نود أن نتعرف على إجراءات الوزارة فور تعرض المبنى السكني للحريق يوم أمس مساء النور في البداية أتقدم باسمي وباسم جميع من تسبي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ودوي المتوقفين في الحريق ودع الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وكذلك أخواننا المصابين أن يمن الله عليهم بالشفاعة العاجل طبعا فور تلقي البلاغ توجهت الفرق المختلطة في الوزارة إلى موقع الحادث وتم إجراء جميع المعاينات اللازمة بالتنسيق مع الزملاء في الدفاع المدني اللي قدموا جهود عظيمة ومشكورة طبعا فور انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات إن شاء الله بيتم اتخاذ اللازم بشأن معالجة الأضرار في العمارة وتهيئتها لعودة السكان لشطرهم نعم ماذا بشأن توفير سكن مؤقت للأسر المتضاررة؟ كان هناك تنسيق مباشر بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التنمية الاجتماعية توفير سكن مؤقت لجميع الأسر القاطنين في المدنى وتم نقلهم إليها بصور فورية طبعا راح تسبح الجهات المختصة للمواطنين العودة إلى شطاقهم الغير متضررة متى ما تم تهيئة وتأمين المدنى العمارة إن شاء الله في القريب العاجل طبعا حرص على الحضور والتواجد في موقع الحادث كل من سعادة وزير التنمية الاجتماعية وسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين واللي حرصوا كذلك أنهم كنون متواجدين بمقر السكن المؤقت للالتقاء بالمواطنين واستماع على احتياجاتهم كما جرى مباشرة يعني إجراء تفجيل جميع الأسر وحصرهم وطمأنتهم بشأن توفير الدعم اللازم لهم إلى حين عودتهم لمساكنهم مرة أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتأمين المبنى وحبيت أكد أن الوزارة ستأخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة وباسترعى الممكنة لمعالجة أثار الحريق للشقق المتضررة والمناطق المشتركة في المبنى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال أقصر فترة ممكنة تمهيدا لعودة المواطنين إلى شققهم بإذن الله نعم بإذن الله سعدت المهندسة بلسم السلمان الوكيل المس مساعد لشؤون الهندسية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شكرا جزيلا لك